فرحة الصعود وغزل محلة كمان نادي عريق حقيقة والصعود سريعاً ما تقعد معاتش في أندية ممكن غزل محلة كان حصلت أبريكاً نوقات فترة طويلة المرة دي يعني أكيد الفرحة لدى الجماهير إنك مالحقتش يعني تقعد غير سنة موسم وصعد سريعاً الحقيقة ليه الدول المتازن أكيد كان في صعوبات ويمكن أنتوا جيتوا في وقت ما بعد كانت خلد عيد وكابتن حسام عبد العال طبعاً أخوي وحبيبي حسام طبعاً ومن الشخصيات الجميلة وبالتالي كان في بعض الأمور الصعبة كابتن أبسلام أنت وكابتن أحمد عيد طبعاً كابتن أحمد لرأس الجهاز أكيد حلتوها أو تلتوه وزبطوها عشان الأمور تمشي باستقرار وتمشي بشكل أفضل من مكان يعني والله يا كابتن ممكن الحمد لله أو الحمد لله على الصعود يمكن نادي غزل محلة فريق كبير وطبعاً نادي كبير ونادي عظيم ولو جمهور كبير يعني الطبيعي بتاع غزل محلة ويبقى في الدورة الممتازة ممكن الناس كان عندهم سوق حظ وعدم توفيق ونزلوا السنة اللي فاتت ممكن السنة دي طبعاً هم منظومة كبيرة ممكن احنا على علم بكل التفاصيل طبعاً كابتن كان ماسك لابيينة وانا كنت موجود في الانتاج الحربي في أول الموسم ممكن الصراحة اللي هم عندهم مجلس إدارة على أعلى مستوى باش مهندس وليد وحاجة تامير خليل ومجلس إدارة كله وعندهم جمهور والنادي كبير والطبيعي اللي هو كانوا بيشتغلوا من أول يوم يرجع كانوا ماشيين مع الكابتن خالد من أول موسم والناس اكتهدت طبعاً الكابتن خالد عمل شغل كويس يمكن مش موافق وجي الكابتن حسان بعد والناس برضو عزين نشكره ومعاملوا اللي عليهم ومعاملوا فرقة كويسة وطبعاً جي كالهم مع الكابتن مع الجازي احنا جينا في المرحلة بعد الكابتن حسان كان ماتش كابتن تقريباً برضو صعب معاك فرقة شرسة برضو بتروجيت والحرس وغلافينة ودجلة كل الناس كانت ماشية بشكل كويس وممكن كمان السنة دي المسابقة يعني أصعب شوية اللي احنا مغمونا على دورين والدور التاني كان عشر فرقة بس والعشر فرقة مميزين يعني هو دور اللي تلعب دور التاني كان عشر بقى يمكن ما دخلنا مع الكابتن انا دفاكت امكان اول قاعدة كنا عادنا فيها ممكن الكابتن احمد عيد كنا عادين مع الباش مهندس موضوع صعب بس الحمد لله احنا كاجهاز يعني عندنا التحدي وعندنا الموضوع ده الضغوطات احنا وقضينا عليها ممكن اول كلمة انا فكر الكابتن لما كان قاعد مع الباش مهندس قال له انا عندي حداشر موضوع تقدر قال له اه اقدر ان شاء الله نسعد ممكن اي جهاز تاني احنا قضي ميزة برضو في الجهاز ده يا كابتن كابتن احمد دينا عندنون كان مركز خامس اه كان فيه فرق بيننا وبين ودي دجلة والحرس خمسة بونت خمسة بونت وستة بونت تقريبا ودي برضو مسهلة ويمكن الحرس فريق متمرس والفرقتين كان عندهم استقرار فني نازلين ويبوت رجيت عنده استقرار فني بقاله ثانتين مكادش سهلة بس احنا كجهاز يعني الميزة برضو طب ايه الفرق بالجهاز بتاعك يا كابتن من التواجد في لفينة وغزل المحلة من وجهة نظرك انت الشخصي لا وهو بص والكابتن كابتن احمد اه كان في لفينة انا كنت في الانتاج لحدهم ده انا متجمعني بس من وجهة نظري لفينة الامور كانت ماشي كويس برضو والكابتن كان ماشي كويس كان بينافس وكان اول خمس جولات كان ماشي اول يمكن كان حصل امور كده بعد موضش المحلة دور قلاني بسوق تفاهم ويمكن كابتن اعتذر ومشي من لفينة بس يعني قدرنا في المحلة نحط ايدينا على التفاصيل بصورة اه ويمكن من او اكبر تفصيلة كانت شفتوها محتاجة حل يعني كانت ايه اكبر تفصيلة اللي احنا ما نتكلمش في اي مشاكل وما نتكلمش في اي حجر الصعود دي انا شايفها من وجهة نظري اللي هي دي فرقة تعديد هدف معين هدف يعني كابتن انا انا فكريم معاد مع البشمهندس وليد كان قاله 11 مطش وطب ايه الامور قاله 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 تقدر قاله انعلعب على 33 بنت خلي بالك دي اي حد تاني ممكن يقول انهبني فرقة واشوف ممكن اقدر اشوف السنة الجاي حتى احنا مع اللعبة ما دخلنا في اول يوم اول يوم يعني كابتن قال لهم انا احنا الججاز احنا عندنا 11 مطش و33 بنت مفيش بقى حاجة اسمها خدنا منهم احنا كسبنا 6 كابتن وتعديدنا 5 الحمد لله ما فيش خسارة لا ما فيش خسارة وده رقم برضو يعني رقم كبير اممكن الناس صراحة للامانة وما بخلوش اممكن الناس بتعمل كل حاجة امم المادية عشان ندوهم حقهم امم لا والبشمهندس وليد يعني وانت تقدر معا كابتن انت عارف اللي احنا في المجال من وحنا صغارين 20 سنة و 25 سنة اهكلمك بامانة وانت عارفنا اللي واحد مش ده اه الناس دي المجال كسب واحد زي البشمهندس وليد المجال منظومة الكرة زي نفسها شوية يعني انا تعملت مع ناس كتير ممكن زي مستر كاميرا وعلي فيه ناس كتير كويسة وقابلنا ناس برضو كده وكده بس هو كل سبل المجال موجودة فيه حابب طبعا غير اللي هو نادي كبير وبمهور اصلا هو اصلا من غاز المحلة من غاز المحلة من غاز المحلة اه وغير بقى للكابتن يعني الكابتن احمد عيد طبعا يعني غير اللي هو يعني احنا صحاب وغير اللي احنا شغالين مع بعضنا معرفه من 20 25 سنة لا لا ان شاء الله يبقى في حتة تانية خالص علينا حلو 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 بص لفو كده يشوف شايفه اه لا 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 الطبويس مكشوف بص يا جابتن يعني فكرة برضو مش موجودة عند الفكرة دي اتعمل ده اللي بكلمك بقى اتعملت في يمكن اها كابتن احمد مجد عارف في 24 ساعة من البش مهندس لا مهو فكرة وخلي بالك احنا مهما كان بنقول لنا الجمهور بس احنا في الواقع لا الموضوع صحاب جمهور غاز المحل جمهور كبيرة جمهور كبيرة كابتن وجمهور عظيم والناس فيه ناس يعني قبل ما نروح برضو الميزة اللي فارقت معنا اللي احنا واخدين على الضغوطات واخدين على الناس فيه ناس بتخاف تشتغل في الاندية الجمهارية انا عاوز يقول لك اللي الناس دي حب غير طبيعي للفرقة ودعم غير طبيعي وطبيعي اللي انت ما تبقى ماشي كويس يدعموك وطبيعي اللي انت ما يحصل لك ضروب بيحصل دي اللي بيفرق جهاز عن جهاز صحيح ممكن فيه لقطة يا كابتن مش عافية تعمل مع الجمهور ده برضو الشيء يعني بعد مطش رايا يا كابتن احنا المطشي كان مفدن مطشين قبل رايا كنا لابلا بيان حصل عندنا تعادل كن الناس كانت زعلانا شوية على ارضنا على ارضنا المطشي ده كان مزعل مش عافية اللقطة دي موجودة كان مكسبنا الرايا يخلي الامور اسهل شوية رغم كده اللي الناس كانت زعلانا قلتا كن فيه لقطة مش عافية كانت مصورة لأ كن الكابتن احمد ايد وحنا روحنا للناس في الوقت ده الناس اي جهاز ولا اي حد روحنا وانا كنت فاكرا انا ماشي جنب وروحنا روحنا للناس والناس زعلانا وهم زعلانين حتى انا شايف مخروش حتى كلامهم كلها كدت اننا عاوزين الناس عالي بس انا قضي جمهور داعم جمهور كبير